قصة عمرها 104 عام الهلال يحتضن الصليب أعلى دير الأنبابولا في بانسويف على مسافة 7 كم شمال مدينة بانسويف وعلى الطريق الزراعي القاهرة أسوان تستطيع مشاهدة هلال يحتضن الصليب أعلى دير الأنبابولا الواقع وسط مدينة ناصر شمال محافظة بانسويف وعلى مدار 104 عام والهلال يحتضن الصليب في مشهد بيؤكد التآخي بين المسلمين والأقباط واللي ظهر أبان صورة 1919 عندما تم رفع شعار الهلال والصليب أعلى دير الأنبابولا وداخل دير الأنبابولا في مدينة ناصر شمال محافظة بانسويف واللي بيتميز بالمباني القديمة اللي بتظهر على جدرانها صور كبطية قديمة دير القديس العظيم الأنبابولا بمدينة ناصر شمال محافظة بانسويف هو مقر دير القديس العظيم الأنبابولا بالبحر الأحمر واللي بيعد من أهم الأديرة والكنائس الكبطية في مدينة ناصر الكمس باسوليس وكيل دير الأنبابولا روى قصة الهلال اللي بيحتضن صليب أعلى مبنى الدير وقال إنها بترجع لعام 1912 أبان صورة 1919 لما تكاتف الأقباط والمسلمين من أجل إنجاح الصورة مضيفا إنه تم تعانق الهلال مع الصليب أعلى منارة قصر الضيافة بدير الأنبابولا بيرجع تاريخه لسنة 1919 عندما تم رفع شعار الهلال والصليب أعلى منار قصر الضيافة بالدير واللي بيرمز إلى التأخي والوحدة بين المسلمين والأباط كمان قال لنا جيرجي سوهيب هو أحد الأجباط من أهالي مدينة ناصر وأكد لنا إن دير الأنبابولا ودير الأنباب أنتونيوس بمدينة ناصر كان ليهم دور كبير ومهم في الالتفاف حوالين الدولة المصرية أبان صورة 30 يونيو المجيد وأكد لنا جيرجي سوهيب إن الديرين بتربطهم علاقة عميقة مع المسلمين من أبناء مدينة ناصر واللي بيتوافد المسلمين في أعياد الميلاد وأعياد القيامة المجيد لتقديم التهنئة لقيادات الديرين وآباط ناصر في هذه المناسبة كنت أنا معكم هاني فتحي من داخل دير الأنبابولا بمدينة ناصر شمال محافظة بنسويف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر